كثير من الناس خلوا الأصل في الأشياء الحرام مفيش الكلام ده مفيش حياة سمعها الأصل في الأشياء الحرام دي الأصل في الأبضاع الحرام آه الأصل في الدماء الحرام آه إلا إذا كنتوا خليتوا الحياة كلها أبضاع ودماء لكن الأصل في الأشياء اللي باحة مش الأصل في الأشياء الشبهات فيه ناس خلت الأصل في الأشياء الشبهات لدرجة أن الناس لما أجي أقول له ده حلال يقول له أمه لفين الحرام وكأن الشعور اللي كان رأسه بعض الناس مع التدين الكمي اللي هو تدين غير علمي إيه اللي حاصل؟ إن الأصل في الأشياء الحرم لكن الحديث بيقولك أن أنت تحتاج إلى بحث واكتهاد والشبهات ديت هي اللي بتحتاج إلى بحث واكتهاد من العلماء مش منك أنت زي ما جي في الحديث قربها سناني وسبعونة بابا أدناها مثل قديان الرجل أمه وأن أربى الربى استطالت الرجل في عرض أخي يعني وإن من أربى الربى أربى الربى يعني أعظم الربى استطالت الرجل في عرض أخي يعني اللاجل اللي بتكلم في عرض أخوه ده ده مرابي من أشد أنواع الربى وكأنه إيه؟ أشد أنواع التعدي على ما حفظه الله ربنا حفظ الأرزاق فلذلك المرابي بيتعد على أرزاق الناس وكذلك اللي بتكلم في عرض أخوه بيتكلم في عراض الناس وذلك من وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني نقلل من توسيع دائرة الشبهات والاستخدام المفرد لسد الزريعة ونفهم يعني إيه المتروك احتياطا وإن ترك الأشياء احتياطا مش معناك إنه حرام لإن الاحتياط مش واجب على طول ففيه أشياء اللي احتياط فيها واجب وفيه أشياء اللي احتياط فيها مستحب وفيه أشياء لا نستطيع أننا نحطت فيها يعني المسائل اللي بنها خلاف الخروج من الخلاف مستحب لكن مش واجل عشان كده آخر حاجة نقف معها النهاردة كالراعي يرعى حول الحمة يوشك أن يقع فيه هذا الحديث الذي يطمئن الناس مش عشان يراغب الناس علشان كده ذكر رسول الله سأسام القلب وفكرة العرض كمان علشان اللي مش يستبرق لدينه ممكن ما يعرضش نفسه بالمسائلة الحديث ده خاص بالأمور المتعلقة بالفاحشة وإنما في كل الأمور اللي بيدخل فيها الإنسان أي نوع من أنواع أنه هو يبعد عن مراد الله سبحانه وتعالى وبعد كده يتكلم الحديث عن القلب وأنه بصلاحه يصلح الجسد يصلح الجسد كله وفساده يفسده الجسد كله يا سادة الحديث ده يعلمنا الاتزان وعشان كده الحديث ده بيعلمنا ثلاث حاجات أول حاجة لا تتجرأ على الفتية ولا تتجرأ على وصف الأشياء بالحلال والحرام تاني حاجة اسأل فإن السؤال نجاه لمن لا يعلم حاجة التالتة والمهمة ليس كل الناس يعلم ولهذا يحتاج الناس إلى العلماء رابح حاجة وآخر حاجة إذا أردت أن تستبرئ لدينك اسمط فيما لا تعلم واسأل فيما لا تعلم لأن هذا هو الاستبراء للدين لأن الاستبراء في الدين يكون بي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإنما شفاء العيس سؤال يا رب جعلنا من أهل براءة الدين بأن يكون ديننا بريئا من كل تعد على مرادك ومن كل تعد على ما جعلته يا ربنا من واقعا جعلته يا ربنا فيه السابت من الحلال والحرام ثابتا وفيه الأشياء التي نحتاج إلى مزيد بحث يحتاج العلماء فيها إلى مزيد بحث مبحوثة منظورة ولكن تحت نظر العلماء وليس تحت نظري أي أحد يجهل كيف يبحث ويجهل ما المراد ويجهل الغاية اللهم اجعلنا من أهل النور واجعلنا ممن يقفون عند حدودهم وممن يطلبون العلم على الدوام يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين